اهلا بحضراتكم اخبارك يا بشمانس تمام يا كابتن محشني قصة كبيرة ومش عارفة باقها منين هل انت من مجال الصناعة لمجال الرياضة ولا انت اصلا مارست الرياضة من بدري اوي لا مارست الرياضة من بدري اوي في ايه؟ ايه الرياضة اللي انت كنت بتحبها؟ كنت بلعب علعاب قوة لعبت علعاب قوة يمكن من وانا عندي يعني من بين تمانية وعشر سنين كنت بلعب علعاب قوة يهه اه اه وكنت متفرج على مدشاطك كورة طب انت بدأت علعاب قوة في نادي ولا في مركز شباب ولا في الشارع لا الاول ما بدأت بدأت في المدرسة في المدرسة اه وبعدين كان زمان في الله يرحمه بقى جلال اريتم كان رجل مارواد للرياضة الكبرائية طبعا لفع المدارس واختار الناس اللي هو شايف ان هم هايبقوا مواهب في كل الألعاب فانا كنت من ضمن الناس اللي اختارني في الألعاب القوة كنت ايه اللي يعبر اللي مارسنا في الألعاب القوة ربعمية متر ومتين متر كنت بتعمل الميت متر في ايه الميت لا مالعبتش ميت متر ميتين متر بتعملها في ايه لكن زمان احسن حاجة وانا صغير يعني كنا اربعة وعشرين تاتة وعشرين وشوية طبعا بس انا كسبت احسن بطولة كسبتها بس مش فاكر رقم عدلت رقم مصر القياسي في ذلك الوقت كان بطولة الجماعات وكان بقى كابتن سعيد نجم بقى وناس كانت جابتن كان فيه اللي يغضى في المدارس وهي اللي كانت بتودي الاندية طبعا 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 وبعد كده انتقلت الى مركز كان محرم بيه ورا كلية العلوم كان متخصص لألعاب القوة وكان برضو لكرة القدم بعد كده جي سليمان بيئزت كسبت انا بقى البطولة جيت لعبت في مصر كسبت كنت صغير كسبت ستاشر وطمنتاشر هقولك مفاجأة كسبت ستاشر وطمنتاشر بطولة الجمهورية وفي العشرين طلعت التاني في العشرين سنة المسابقات دي بقى كان بقى فيه بقى نجوم كبار قوي بيلعبوا كانوا سابقنا طبعا بفترات كان فيه كابتن عز الدين كان جمان وفلفل وناس جامدة جدا كانت بتلعب انا سافرت مع عز الدين بس كان كابتني وأكبر مني بطولة العرب للمدارس في الكويت لكن جي بقى جي بقى سلمان بعزة لما عمل رئيس النادي الأولمبي خد كل الأبطال كل الأبطال في كل اللعبات وخدهم النادي الأولمبي انا من ضمن انا كنت من اول الناس اللي راحت النادي الأولمبي كنت عرصتولي انت عدو لئا بت عدو رياضي بس كنت عدو رياضي أو كنت عدو مكملتش عدوتي بس لعبت باسم النادي الأولمبي وبعد أحداث نقبت بتاعة 67 انتقلت إلى ندي سبورتنج لعبت باسم ندي سبورتنج انت بسيبتش نادي في اسكندرية لم تروح لا انا بحكي نساء وكنت بتمرن واحنا في الأولمبي في نادي سموحة في تراك نادي سموحة كان في نادي سموحة موجود لان كان تبع سليمان بأزة كان صدقي بيه الدكتور صدقي سلام الله يرحمه طبعا والدكتور حجر وناس أساد زاكبار جدا طبعا والكابتن زاكي درويش وناس أساد زاكبار قوي فانا لعبت ألعاب قوة لكن في نفس الوقت من وانا عندي ثمان سين كنت بروح أتفرج على منشط الكورة والأهلي بالذات لان كان جدي أهلاوي فكان دايما ياخدني معاه وروح أتفرج وشفت صالح سليم في الملعب وشفت عدلي كان في الملعب يعني انت أهلاوي من سورة وشفتك وانت ناشئ وكان هقول لساك لا 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 ونزلت وابدعت كان في السادي اسكندرية كان في السادي اسكندرية فلسة في بدايتك خالص ايوة اه طبعا دا الكلام دا بداية السبعينات ايوة ايوة عصرتك وكنت في الملعب كنت اروح دايما مع جدي اتفرج كان أهلاوي جدا وكنت اروح اتفرج والأهلي بيلعب يعني انت أهلاوي من صغرك انا طبعا العيلة كلها أهلوية فانا احب الأهلي من صغرك دي حقيقة طيب لكن ما يخلش بالتزامي باسموحة طبعا طيب طبعا ده اساسي طب انت ما فكرتش بقى في الفترة دي لعيب ألعاب قوة ولعيب سريع وبتاع ما فكرش بقى تلعب كرة فشلت فشلت ما كانتش عندي مهارات خالص ما عنديش مهارات في الكرة بس حب أتفرج على الكرة اه اه طب ايه الرياضة لانت لعبتها تاني بعد تينيس تينيس لعبت تينيس سنين طويلة جدا على مستوى البطولات لا لا ما كنتش بس 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 وصلت المستوى كويس او في اللعبة لكن ما لعبتش على مستوى البطولات يعني انت وانت صغير مارست الالعاب دي بمجرد البطولة ولا بمجرد عاوز الشهرة لا البطولة في العاب القوة مارستها لأجل البطولة نفسها ولا انت عاوز تبقى رجل مشهور لا مليهش علاقة بالشهرة اه انا كان في مدرسة الناصرية السنوية كان كنت كل يوم اطلع في الطبور كنت دايما اخد جوائز بس ما فكرتش في موضوع الشهرة ده ابدا طبعا الرياضة كانت حاجة جميلة جدا وطبعا كان والدي ووالدتي بيشجعوني طبعا بالرغم ان كانت تشجيع الرياضة في الوقت ده قليل انت كنت شاطر في الدراسة جدا كنت متفوق جدا هل تفوقك في الرياضة ده ساعدك مع الاسرة انها تخليك تلعب معظم الالعاب هو دايما الشاطر في الرياضة بيبقى وقته منظم فبيبقى شاطر في المدرسة لا وكان دايما اكون شاطر في المدرسة انا عايز اقول لحضرتك حاجة انا دايما عندي حاجة ان انا احب اثبت وجودي يعني احب اثبت وجودي لو حبيت اعمل حاجة تحدي بينك من نفسك بقى احب اعملها على مستوى كويس اه فانا كنت شاطر جدا في المدرسة اه وكنت شاطر اوي في الاراب القوة وكنت منتظم جدا في المدرسة ومنتظم جدا في الاراب القوة مين من الزمالك اللي كانوا باكي علعاب قوة وكان شاطر زيك وكان ممكن يبقى نجم كبير اوي في عالم الرياضة المصيرة لكن الحظ ما دالوش كان فيه باهر عبد الحميد ده كان طبعا وفيه طبعا واحد حسن مرسي كان فيه ناس كتيرة جدا كانت لعيبة هاي لو كان فيه علاء الجندي طبعا ده اعتقد ده كان مفروض يروح لأولمبياد وكان بطل كبير وانما ما حظوهم بقى انهم ما كملوش ما كملوش طيب انت بعد ما مارست الرياضة ولعبت باسم الإلومبي ولعبت باسم سبورتينج مضبوط الكلام ده مضبوط كنت عندك كمان نادي الاتحاد ما حاولتش أنا عضو في الاتحاد عضو في الاتحاد ما فكرتش في فهم الأيام انك تبقى مسؤول عنه لا 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 ليه ما عرفش اصلا ملابسات نعم لان انا كمان جيت بقى في سنة صغيرة جدا كنت قهوة بقى الخيل وتربية الخيل وانت بسنة كم سنة وانت بتلعب خيل لا ما بلعبش خيل ما بلعبش ما ركبتش خيل بس هاويت تربية الخيل وكان وكت اكبر واحد اونر عنده خيل في مصر من وانا عندي تلاتين سنة بس كنت بحباها برضو عن جدي كان جدي التاني بقى اللي ما كانش بيروح المتشاط كان بقى يهوى تربية الخيل فاخدت الهواية دي فدي جاذبتك بقى من ال لو روحت بقى عامل ايه ايوى بقيت رئيس نادي الجياد اه كان نادي الجياد ده لسه مش معروف خالص كان في اسكندرية كان في اسكندرية نادي اصحاب وانا يعني سهمت في انشاء نادي الجياد ده بشكل كبير جدا 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 وكبرته ووصلته الى مستوى عالي اوي وبقيت رئيس الهيئة العقلية لسباء الخيل انت تفكيرك لما يعني خاتبستك نعم انا فاهم اه انما تفكيرك من العاب القوة وبعد كده تخش على تينيس وبعد كده تخش على الخيل بعد كده رغم الخيل ده لعبة مكلفة جدا جدا وتربية مكلفة وتربية وكمان مكلفة اكتر بس بيجيب عائد كويس لا خالص يا سلام نهائيا اه دي زي اللي بيربي حمامه لا لا بالعكس دي بتصرف كتير جدا ما لها بنسمع ان لكن بلا عائد احنا بنسمع ان الخيل فيه خيل عربي هل خيل يعني مكانش عربي اصيل اه انا الحمد لله ليه الشرف نعم انا دخلت سلالة اسمها الثارة بريد في مصر نعم لما بقيت رأيه لان انا لما رحت الهيئة العليا لإسباء الخيل كان السبق ده كله امار انا حولته الى رياضة نعم وكان ليه الشرف ان انا اول واحد في مصر يدعو الشيخ محمد بن راشد المكتوم دعيته نعم واهديته الرئاسة الشرفية للهيئة العليا لإسباء الخيل اه والشيخ محمد بن راشد المكتوم نظم تلت سبقات قدرة السبقات القدرة انا السبب انا السبب فيهم اه وعمل سبقين اه وبعد ما مشيت عمل سبق وهو انبسط جدا في اول سبقين تالت سبق ما انبسطش فبطل يجي مصر ليه بقى ما عرفش لكن مجيش على مزاجه يعني لا انا عملت السبقين على مستوى علي جدا وكان هو عنده خطة اكبر كبيرة جدا ان هو يدخل بقى السبقات الخيل وكان هيعمل يرعى سبقات خيل في ترك نادي اصحاب الجياد لكن جات الظروف بقى ان انا لما انهضت بالجياد ده بشكل كبير جدا وكان سموحة ده نزل بشكل يعني يعني وصل الى اقل من مستوى مركز شباب درجة تالتة يا سلام ففجئت ده اللي حصل طبعا دي الحقيقة اه فجئت بتليفون من طلعت به حماد ايو طبعا كنت انا بالعب تنس في نادي سبورتنج فلقيت السواق بيقول لي باشواند ده فيه واحد اسمه طلعت عايزك على التليفون اشتركوا في القناة